سؤال الأسئلة، سؤال الأول بداية سرايان الهدنة لأربعة أيام من اليوم توقعات حضرتك لماذا صمود هذه الهدنة؟ هل ممكن يحدث اختراقات ما أو خروقات ما من الجانب الإسرائيلي؟ توقعات حضرتك؟ أنا أعتقد التحدي الرئيسي مرتبط بالسلوك والنهج الإسرائيلي للتعامل مع هذه الهدنة لعدد من الاعتبارات أنه كان يفترض أن هذه الهدنة يبدأ الأغذى بها منذ أمس صحيح، يوم الخميس، لكن نتيجة أنه كانت هناك أصوات معطاردة داخل الإتلاف الحاكم وداخل بعض المؤسسات الأمنية في إسرائيل، هو ده اللي بيخلي فيه صراع ما بين الالتزام بالهدنة وانتهاك هذه الهدنة الأربعة أيام دولة هيبقوا كاشفين إلى أي مدى إسرائيل جد في اعتبار مثل هذا الاتفاق لمدة أربعة أيام بمثابة نواة يمكن البناء عليها وتمديد هذه الهدنة وبالتالي الكرة في الملعب الإسرائيلي لأن البنود الخاصة بإطفاق الهدنة اللي كان برعاية مصرية قطرية وبتشاور مع الولايات المتحدة الأمريكية كانت محددة سواء فيما يرتبط به أن دي هدنة ومرتبطة به تسليم المدنيين من الجانبين من النساء ومن الأطفال يعني خمسين من الجانب الإسرائيلي يتم الإفراج عنه في مقابل مية وخمسين يعني واحد قدام ثلاثة النقطة الثانية وهي ودي اللي كان بتدعمها القاهرة بدرجة رئيسية إن كيف يمكن استغلال تلك التهدئة بغرض إدخال المئات من شحنات المساعدات الإنسانية والمستلزانات الطبية والوقود وشحنات الطعام مطمئ الاستقرار وفق ما تم الإعلان عليه من مكتب كسائب عز الدين القسام إن إدخال من المقارقة إدخال حوالي مئتين من شحنات المساعدات الإنسانية والطبية بالإضافة إلى غاز الطعام علاوة على وده الأهم اللي مصر برضا كانت دعمها بدرجة رئيسية إزاي الطرفين يفكروا وهم مش تحت تأثير حالة الصراع وإنما التفكير تحت تأثير حالة التهدئة لأن ما تيجي تقرأ الكلمة اللي أشار إليها السيدة الرئيس المارة إن الرصاصات الطائشة التي لا تميز ما بين نساء وأطفال وشيو قبر في السن أو حتى التحرق بشكل ما فيش عقل بيرشده ولا فيه ضمير بيؤنبه وده يعني بس كلمات مختارة بعناية شديدة للتوضيح إلى أي مدى إن في لحظات الحرب التفكير بيبقى مختلف عن لحظات التهدئة وبالتالي أنا تصوري إن يعني إيه لإن عندي شكوك تمالي في الجانب الإسرائيلي فكرة التملص فكرة لإن بردك الإشارة أنا حدست عليها واحد مقابل ثلاثة بردك عامل إزعاج من تبرد للجانب الإسرائيلي إن حركة المقاومة فرضت شروطها إن هناك عدم توازن في المبادنة ما بين الأطراب وبالتالي هيبان ننزو الساعات القليلة المقبلة إلى أي مدى فيه التزام من جانب إسرائيل لأن هناك ضغوط من جانب الولايات المتحدة والدول الأوروبية وأنت متشوف يا دكتور محمد التوجهات اللي كان شوية بتتبنيها الدول الأوروبية تغيرت نسبة مش هقول إن هي تخلت عن دعم إسرائيل لكن فيه تغير في المواقف الدولي ترجمة نانسي قنقر